الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسنيم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله عز وجل في مقرر التفسير نستأنف ما بدأناه في الدرس السابق وكما ترون فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نفسر الآيات من سورة طه من الآية السابعة والثلاثين إلى الآية الخمسين من هذه السورة الكريمة لاحظوا ما زلنا في الوحدة الأولى في هذه السورة الكريمة ويتوقع من الطلبة قراءة الآيات بشكل صحيح وأيضا بيان قصة نبينا موسى الوالدة في السورة وأيضا تفسير الآيات المقررة وكذلك السنباط الفوائد من الآيات أبنائي ما رأيكم في أم تلقي ولدها في البحر هل هذا يعقل؟ هذه الأم الحانية العطوف تضع ولدها في التابوت ثم تلقيه في اليم في البحر هل يعقل هذا؟ طيب لماذا فعلت أم موسى هذا؟ وماذا كان السبب؟ وما هي النتيجة؟ أمر لا يتصور أليس كذلك؟ لكننا سنعرف اليوم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بهذه القصة وتفسير هذه الآيات العظيمة كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصص في القرآن من أجل ماذا؟ أحسنت أسباب كثيرة منها العظة والعبرة ومعرفة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى إذن دعونا نبدأ سويا بارك الله فيكم لدينا في هذه الفقرة سوف نتحدث بشكل يسير عن بعض ما أخذناه في الدرس السابق بمعنى أتوكأ يعني أعتمد وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عظيم قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وكيف أن العصى تحولت إلى ماذا؟ أحسنتم وكيف أن العصى تحولت إلى حية عندما ألقاها موسى وأيضا أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وكيف أن هذه اليد تحولت وتغير لونها بأمر الله سبحانه وتعالى كذلك قلنا مشروعية الدعوة دعوة الناس إلى الله تعالى مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضعها الجهة المسؤولة عن ذلك لبلاد المملكة العربية السعودية طيب ماذا عن أهداف درسنا لهذا اليوم؟ نريد أن نستكمل هذه القصة ونتعرف على بقية هذه القصة وكذلك نريد أن نتعرف أيضا على بعض المعاني الوالدة في الآيات ونفهم معناها ونستنبط كذلك الفوائد من الآيات الكريمات طيب أبنائي دعونا نستمع تلاوة عاطرة ثم نعود سويا بإذن الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهِ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى إذن أبنائي في معاني الكلمات التابوت والصندوق طيب ماذا عن اليم؟ يعني البحر طيب لاحظوا هذه الكلمة وَلَا تَنِيَا ما معنى هذه الكلمة؟ أي لا تضعفا ولا تفترا من الفتور طيب ما معنى يفرط أي يعجل بالعقوبة إذن هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات ومنها ننطلق لتفسير وفوائد الآيات قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكِ من هو هذا الذي منى الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآيات؟ أحسنتم موسى عليه السلام مرة أخرى أي قبل هذه المرة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أي ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصواب إذن الوحي لأم موسى من الله سبحانه وتعالى هو وحي إلهام للصواب أن يقذ فيه في التابوت أي ألهمناها أن يجعليه في التابوت وقد بينا ما معنا التابوت أليس كذلك؟ أحسنتم فقذ فيه أي اطرحيه في اليم اليم المقصود به هنا في هذه الآيات ماذا؟ أحسنتم نهر النيل فليلقه اليم بالساحل أي حتى يلقيه النهر بالشاطئ يأخذه عدو لي وعدو له ما المقصود؟ من هو هذا العدو؟ الذي هو عدو لله سبحانه وتعالى وكذلك عدو لموسى عليه السلام أحسنتم هو فرعون ثم قال الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني أي حببتك إلى عبادي قال عكرمة ما رآه أحد إلا أحبه أحظتم؟ هذه أيضا من الأمور التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى ولتصنع على عيني أيضا هذه فضيلة أي ولتربى بمرأة ومنظر مني إذن لاحظوا أم موسى أخذت هذا التابوت ووضعت فيه موسى ووضعت هذا التابوت في اليم أي نهر النيل وحمل هذا اليم وهذا النهر هذا التابوت إلى أن وضعه على الشاحل وعند قصر فرعون ثم قال الله سبحانه وتعالى إذ تمشي أختك لاحظوا تتبعك لتتعرف خبرك وما يكون من أمرك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ أي هل أدلكم على من يضمه إليه فيحفظه ويرضعه ويربيه وذلك أنه كان لا يقبل تدي امرأة فدلتهم أخته على أمه وهم لا يعلمون أنها أمه فقبل تديها رأيتم؟ بارك الله فيكم يا أبنائي هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته طيب قال الله سبحانه وتعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها يعني بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم ولا تحزن أي ولألا تحزن عليك خوفا من فرعون أن يقتلك كما قال الله سبحانه وتعالى وقتلت نفساً يعني الرجل الذي قتله موسى حين استغاثه رجل من قومه الله سبحانه وتعالى يعدد أفضاله ونعمه على موسى عليه السلام طيب فنجيناك من الغم أي الذي حصل لك بسبب عزم آل فرعون على قتلك وفتناك فتونا أي اختبرناك اختباراً بما وقعت فيه من المحن الابتلاءات لاحظ يا أبناء الابتلاءات تقى حتى على الأنبياء الواجب على الإنسان أن يصبر فلبثت أي فمكثت بعد خروجك من مصر خوفاً من القتل سنين في أهل مدين ترعى الأغنام وكانت مدة ذلك كم أحسنتم عشر سنين ثم جئت على قدري يا موسى أي على الموعد الذي قدر الله أنه يوحى إليك فيه بالرسالة واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واخترتك لوحيي ورسالتي إذن لاحظوا يا أبنائي هذه القصة العظيمة وما زال لها تتمة وما زال لها تكملة قال الله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك أبنائي من هو أخوه؟ من هو أخوه؟ أحسنتم هارون عليه السلام ممتاز بارك الله فيكم إذن نكتب في الفراغ هارون عليه السلام أحسنتم بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي إلى فرعون كما قلنا ننتبه لهذه الكلمة وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي أَنْ أَنْ تَبْأَagneو jamais pore name system أي ولا تضعفا ولا تفترى في ذكري بل أكثر من ذكري ليكون явona لكما في مواجهة في فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى ما معنى طغى؟ ما معنى طغى؟ أحسنتم بارك الله فيكم أي جاوز الحد وتجاوز الحد ممتاز تجاوز الحد الكفر والطغيان والبغي والظلم أحسنتم إذن نكتب هذا بارك الله فيكم تجاوز الحد في الكفر والطغيان فقولا له قولا لينا لاحظوا مع أنه تجاوز وبغى وطغى وتكبر وتجبر لكن الله سبحانه وتعالى يرشد أي تكلما معه بكلام رقيق لين سهل طيب لماذا؟ طيب لماذا؟ مع أنه بغى وتجاوز الحد أحسنتم هذا هو السبب لعله يتذكر أو يخشى أي يتعظ أو يخاف من الله سبحانه وتعالى فيؤمن بالله عز وجل ومن فوائد هاتين الآيتين أنهما تدلاني على أهمية ذكر الله تعالى في تسهيل المهام والإعانة على مشاق التكاليف أيضا استعمال اللين والرفق من الصفات الحسنة في جميع شؤون الحياة ينبغي على الإنسان أن يتصف بهاتين الصفتين ما قال الله سبحانه وتعالى على لسانهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعني يعجل علينا بالقتل والعقوبة أو أن يطغى يعني يتجاوز ويجاوز الحد في الإساءة إلينا فقال الله سبحانه وتعالى مطمئنا لهما قال لا تخاف إنني معكما بالعون والنصرة والتأييد أسمع يعني ما يجري بينكما وبينه وأرى يعني ما تفعلان ويفعل لا يخفى علي من ذلك شيء الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية سبحانه جل لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه وهتان الآيتان تدلان على إثبات معية الله تعالى لأوليائه وصالح عباده بنصرهم وتأييدهم نعم الله سبحانه وتعالى ينصر عباده الصالحين قال الله عز وجل فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك أي أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل لاحظوا فأرسل معنا بني إسرائيل أي خلي عنهم وأطلقهم ولا تعذبهم أي ولا تتعبهم في العمل وكان بني إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من العمل ما لا يطيقونه يعني يذبح الأبناء ويجعل النسوة في الخدمة وفي كذا فكان يكلفهم ما لا يطيقونه قد جئتك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك يعني اليد البيضاء والعصاء والسلام يعني من عذاب الله على من اتبع الهدى فأسلم إنا قد أوحي إلينا من الله تعالى أن العذاب على من كذب أي كذب بآيات الله وتولى يعني أعرض عن الإيمان بالله الآن لاحظوا هذا الحوار الذي دار ويدور بين موسى وهارون من جهة عليهم السلام وفرعون من جهة أخرى طيب قال فمن ربكما يا موسى قال فرعون لموسى انكارا منه لوجود الله سبحانه وتعالى ينكر هذا السؤال كأنه ينكر من ربكما لأنه كما تعلمون فرعون يقول أنا ربكم الأهل فعندما جاءه فرعون فعندما جاءه موسى وطلب منه ما طلب ماذا قال فرعون منكرا مستكبرا أليس كذلك كأنه ينكر على موسى هذا الطلب طيب فأجاب موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يناسب وظيفته فأعطى العين الهيئة التي تناسب الإبصار ليس كذلك وأعطى الأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وهكذا وهذا من عظيم صنع الله سبحانه وتعالى ثم هدى أي ثم أرشده إلى كيفية الانتفاع بما أعطى من ذلك إذن هذا جزء جزء مما دار بين موسى وهارون من جهة عليهما السلام وفرعون من جهة أخرى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سوف نستكمل ما دار في هذا الحوار أما الآن من الآذار السلوكية لما يتعلق بتفسير هذه الآيات ألجم ذكر الله تعالى وأستعين به على تسهيل الأمور الصعبة أيضا أشتهد في طاعة الله تعالى ليكون معي بالنصر والتأييد أيضا أستعمل الرفق في التعامل مع الناس وأخالقهم بخلق حسن نأتي الآن ابنائي وبناتي للتقويم وبه نختم درسنا لهذا اليوم لدينا هذه الأسئلة أضعها بين أيديكم في السؤال الأول هذه الكلمات نريد منكم أن تذكروا المعاني المتعلقة بها وأيضا نريد منكم أيضا أن توضحوا معنى قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني وأيضا في قوله سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي ذلك السؤال الثالث من خلال فهمي للآيات أوضح كيف أعاد الله تعالى موسى عليه السلام إلى أمه دون أن يؤذيه فرعون ذلك أقرأ الآيات بتماع وأستخرج منها المحن التي مر بها موسى عليه السلام السؤال الخامس بالآيات إشارة إلى فائدة من فوائد ذكر الله تعالى اذكرها والسؤال السادس إشرح لاحظوا هذه الآية العظيمة قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام وعلى لسان هارون عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لاحظوا هذه الآية الكريمة نريد منكم أن تذكروا معنى هذه الآية أما نحن أبنائي وبناتي فإننا في هذه اللحظات نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته